بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم من جديد على القناة ديال ورشة الفنان الرصام لاتولية ديوبانف رجعت لكم مرة اخرى كيف وعتكم واني قبل أن نبدأ هذه الحلقة اليوم أريد أن نشكر جميع الأخوة الذين قرروا لايك في هذه القناة ويشجعونها وقرروا كومنتر بشكل صحيح شكرا لكم جزيلا على المساهمة لكم وعلى الدعم لكم في هذه القناة يجب أن تنتظروا الكثير من المسائد جديدة ولكن نحن سوف نقول لكم حتى ان شاء الله ندركوا مراحيل متقدمة ومهمة على هذه القناة ورشة الرصام اليوم قلت سوف نتكلم لكم بعد قبل رمزاننا قبل رمزاننا ننتظرنا نكملها دعا نكملها إن شاء الله وسوف نجيب لكم لها واحد جديد لتشاهدوها وتستمتعوا بها إلى غير ذلك اليوم أريد أن نهضر لكم على مدارس ديال الفن لكي تفهموا بداية الفن تاريخ دياله وكيف ننشأ عبر العصور إلى غير ذلك اليوم اختارت نتكلم لكم على واحد الفن ظهر في بداية هذا القرن القرن ماضي في البداية دياله موفمو أختيستيك اللي هو اللوكيبيزم الفن التكعيبي وهو نوع من الأنواع الفن التشكيلي اللي اعتمن سواء في الفن التشكيلي أو في النحط على أشكال هندسية مهمة الأشكال الهندسية اللي يقرزوا في المدارسة كاري سيرك ريكتانج تخيانج أكثر وهو حاول هذا الفن مع طبيعة الحال عمالقة مثل بيكاسو اللي كتسمعوا به اللي را عرض لواحات جورج براك اللي عرضين واحدة المجموعة للواحات في إسبانيا كان ينطلقوهم في المتاحي في الكوفرة ديال بارسولون أو ديال مدريد ودور عمالقة الفن معهم بيانسير أليكسندر أرشي بنكو ريمون ديشان اكثر هذا كلهم كانوا عمال قادية الفن تكعيبي وهنا هذا الفن تكعيبي بغينا نفهمه شنوه الفن تكعيبي كيعالج اللوحة انطلاقا لوحة جريدية كتكون جريدية وتكعيبية في نفسه كيعالج انطلاقا من أشكال هندسية ويعطيلها من طبيعة الحال ويعطيل اللوحة كيف تشاعدوا هنا اراني عرضت لكم مورايا وانطلاقا من أشكال هندسية بسيطة اللوحة يعني سيركل تريونج ريكتانج كاريل لوزانج تجد أشكال هندسية وجوه كذلك كيف تحتمز بزافع الوجوه بيكاسو تجد الوجوه ولكن انطلاقا من الوجوه يكون تكون تشكل تكون تسمعهم في ممتنة في مجمع تكون 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 تشكل المجموعة الأشكال هندسية او يجمعه بالعلوان ويعطيه واحده النسق فني جميل بمعنى اخره ان هذا الفيلم التشكيلي اللي كيعتمد على الفيلم اعماري وكذلك كيعتمد على اشكال اخرى كالادب يعني كنعرفه غيوم ابوليناير الشاعر المعروف الفرنسي اللي احتهوه كان كيدير لاواحاته بالكتابة كاليغرافيه يكتب بها قصائد شعرية بالكتبه ويطلع وجوه بهذه الخطة يعني كتكون عندها واحد تعبير جميل وهذا الفيلم التشكيلي لماذا هدرتكم عليه اليوم؟ الفيلم التكعيبي لانه هو دي تي بي بسيط لكن لا يوجد معقد بها مثلا اذا اشتدوا بها دير موني او لا ماني اللي فعلي دي تاي او دي بولسيزان ديور هما بيكاسو وهذا جورج براك يعني اخدوا الالهام ديالهم الفني من بولسيزان هذا كاس عارفوه لانه كان كبير هذا نصيصان دارش مسائل اللي انه هو كان دارش حويجات اللي هما اخدوه منه الافكار لذلك بيكاسو يقلطي الاشكال الهندسية ويجمع فيه واحد المجموعة سكونا بالفاسط ويجمع فيها الالوان وهذا ويجيزوين اذا اليوم ستكلمنا على بعجالة ما اخطيتكم ما اخطيتكم بلاتي طايد المهم ستكلمنا على الفن سكايبي وهو الفن سكايبي الى بدي تي بي كفنان سيكون بسيط ماشي بحال كيف قلت لكم بعض القوقان اللي كي يعتمدوا من طبيعة الحال على الدقة الطبيعة ويجمع فيها الطبيعة ويجمع فيها وهو التواصل في المتعامل في الطبيعة في الموسيقى إلى غير ذلك كيف يمكنك موجودة بيكاسو التي تعبرها عن الموسيقى على غيطار يعني كان اشكال هندسية ولكن جميلة لذلك تكلمنا اليوم على هذا هذا الفن تشكيلي حتى لنطول ما عليكم هو الشكل من الاشكال هندسية فنية تدخل فيها الألوان وتدخل فيها الموهبة للفنان وتعطينا لوحة جميلة ونرى اليوم أردت لكم فتية اكسبوزيسيون على هذا الفن تكعيبي هذا لتأخذوا فكرة عليه اه كان شكركم بزر لكتبعوا هذه القناة وكنتمنى تديروا لايك وتعبونوا معنا باش نمشيوا بعيد ان شاء الله في هذه الحلقات وكيف وعدكم راحنا كل مرة كنشرحوا شي حوي جلي بسيطة لا نحاولوش نعمقوا المسائل وهذا اي بشوية باشكت تاخد فكرة على الفن كي باشكت هدا ومنسيتش اننا را مازال لدينا لوحة غادي ننخدموها كتلكم غادي ننشيوا في حسن وقوعها جميع ان شاء الله ونفرحوا بها ونتعطيونا الاراء ديركم عليها من حيث الالوان يعني لشوى دي كولر من حيث اللي غادي ندخلو في ديك اللوحة غادي نطبقوا هاتشي لكم لي فورم جيومتريك نطبقون ديك اللوحة ان كاري كي امبرس ان ساكل كي امبرس ان ريكتانجل كي ضون ان فورم كيبك بيان سبيسيفيك اذا قبل ما نختم هاد الحلقة نتمنى لكم يوم سعيد وكل رمضان وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته